استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات الأب بشير بدر الكاهن في البطرياركية اللاتينية للحديث عن العائلة في الكتاب المقدس حيث تركز الحديث حول وضع العائلة المؤلمة في غزة ولبنان وما تعانيه من تحديات ضمن الحرب العبثية التي تجري هناك كما تطرق الأب بدر في الحلقة إلى التعريف بالأسرة التي هي المكون الأساسي للمجتمع البشري الذي أقامه الله ندخل لنتوقف في هذا المساء عند ما تعاني العائلة البشرية من تراجع لأهمية وحدة العائلة لأهمية ودور هذه العائلة بالنسبة لذاتها وبالنسبة لعلاقاتها مع العائلات الأخرى العلاقات المجتمعية أين نحن الآن؟ كيف نقرأ الكتاب المقدس؟ وكيف نرى العائلة في الكتاب المقدس بداية؟ في الحقيقة سأنطلق من موقف تعرض له السيد المسيح في الإنجيل عندما جاء بعض الفرسيين وسألوه أيحل للزوج أن يطلق زوجته؟ فقال يسوع بماذا أوصاكم موسى؟ قال أن يكتب لها كتاب طلاق وتصرح فقال يسوع لم يكن هكذا الأمر منذ البدء وعندما نقول الكتاب المقدس نحن نعود مع يسوع إلى ذلك البدء حيث خلق الله هذا الكون وبالآخر أبدع تحفة هذا الكون الإنسان وخلقهما ذكرا وأنثا اليوم يعرف الفنانون من أعمالهم الفنية عندما تقول مايكل أنجلو تذهب بفكرك إلى إبداعاته الفنية إلى كابيلا سيكستينا إلى لابيوتا وعندما تقول بيتهوفن تذهب إلى إبداعاته السنفونية وأنا أظن جدا عندما نقول الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكنه هو مبدع هذا الكون وهو مبدع هذه المؤسسة الإلهية الإنسانية التي تسمى عائلة يقول المجمع المسكول الفاتيكان الثاني العائلة وشئونها هي أمر إنساني ولكنها برسالتها ودعوتها هي شاء إلهي أمر إنساني ولكن أيضا شاء إلهي